ينضب إلينا أيضا عمر الألفي رئيس وحدة الأبحاث في شعاع للأوراق المالية مصر عمر مساء الخير وإذا تحدثنا من الناحية المالية فيما تعلق بغاز مصر إلى أي مدى حدث أو إلى أي مدى استعانت الشركة بمعايير محددة لتقييم الاستثمارات أهلا من حضركم وإستاذ مشاهدين وكل السلام وحضركم بخير الشكل غاز مصر يمكن زيما أستاذ زوائل لسه كان بيتلم أن عمال التشغيلات بتاعتها تقصر ولكن اللي بيزود الأرباح بتاعت الشركة هي توزيعات الأرباح وليس فقط أنها تستثمر ولكن السحوات اللي هي عندها بتوسع لها أرباح ويتم تضمنها ضمن القوام المالية وقايمة الدخل وبالتالي بيبقى فيه أرباح ولكن في العام فيه إشارة بالنسبة للربح التشغيل يمكن في الربع التاني كانت الشركة عاملة نقطة تعادل يعني الإرادات كانت زي تقريبا المشروفات فالخسائر التشغيلية كانت تعتبر مستقرة مقارنة بالربع الأول ولكن ما زالت برضو خسائر حوالي مايز نقارد تقريبا 260 أو فول 260 مليون جنيه الاستثمارات بقى اللي هي بتبع عندها هي عندها استثمارات في الشركات كتيرة وإمكان دي كان فيه تقرير من الجهاز المكهز المحاسبات وكان فيه رأي متحفظ أنه هو بيقول أو فيه العلاء اللي فيه استنتاج بيقول أنه هو فيه بعض الاستثمارات اللي الشركة بتملوكها بتملوك لها ما بين 10% إلى 49% ولكن هناك بعض الاستثمارات اللي هي المتاحة للبيع يفترض أنه حتى لو عندكش رد الشركة بتقول أنه بيعملها بالقيمة الإسمية ساعة ما دخلت في هذه الاستثمارات وبالتالي أنا ما عملهاش بالقيمة العادلة ولكن حسب القانون أو المعايير المحاسبية أنه لازم يعملها بالقيمة العادلة لو هو عنده تحت حق والقيمة العادلة هنا هي القيمة السوقية؟ القيمة السوقية لو هي شركات مدرجة في السوق ولكن الشركات اللي هي بتملك فيها غاز مصر شركات كلها حكومية تقريبا وليس مدرجة بالسوق نعم بالتالي محتاجين نشوف على الأقل لو كان سيك قيمة دفترية يتم اقتحادها ويتم تضمنها في الميزانيات نعم ولكن ده بالنسبة للبنماء الشركة المدرجة في السوق زي غاز مصر نعم وليس محتاجين إحنا حتى لو حد عايزة يقيم هذه الشركة حتى لو عنده في قيمة الداخل والمعالين المحاسمية بتقول حاجة ما أنا أنا في الآخر ما ببصش على القيمة الدفترية ولا القيمة التاريخية أنا ببص على القيمة العادلة زي أنا بقيمها فإن محتاج إفصح أكتر من شركة غاز مصر إن هي تقول الاستثمارت بتاعتي دي على القل المؤشرات الأساسية بتاع الشركات التابعة بيها أو الشركات الغاز مصرية لان هي زي ما إحنا شايفين هي تعمل الجزء الأكبر من الأرباح بتاع الشركة عن الشركات. عندهم على سبيل المسال 15 في مية شركة جاسكو ودي شركة تطابة شراكة بينها وبين شركة القبض الغازات ليعدها 70 في المية فيها و15 في مية أخرى من شركة بيترو جيل. فنحتاجين أفصحها أكثر لها هذه التثميرات اللي يجب لها توزيعات أرباحه بيحوض ربع مليار جنيه في السنة. عمر إلى أي مدى تؤثر أسعار الغاز عالميا على أرباح هذه الشركة وهذا هو الكور بيزنس كما نقول الخاص بالشركة زي ما أذكره بردو زي ما أذكره بردو أنه هو الإراضات بها الشركة الأقل من التكلفة بتاعي. يمكن الأجور ده عالية يعتبر ولكن الأجور اللواء يمكن علشان زيادة التوصيل للغاز. شكل غاز مصر التاملي. بتوصل غاز للقاهرة والسكندير المحافظات المصر المختلفة ومؤخرا كان فيه معدلات دمو مرتفعة في هذه المناطق وكمان في الدلتا. لكن هناك برضه بتاخد نسبة أو عمولة على الغاز بيتم توصيله أو بيمر فيه خطوط الأنابيب بتاعتها. تمام. هناك بعض بالنسبة للغاز العالمي فبالتالي دم بيأسرش قوي بصورة مباشرة حاليا. مهم. هو اللي بيأثر قيمة التوصيل أو تكلفة التوصيل للعملة. آآ ممكن يكون الشاكل لما تعمل آآ مشروعات خارجية. ممكن ده يساعدها في أنها تقدر تعمل مفاوضات مع العمل اللي بتوحون هي تفعر الأسعار حسب الأسواق العالمية. ولكن داخلية الحكومة هي اللي بتحدد سعر توصيل الغاز للمنازل ويمكن يكون فيها احتياج من الحكومة أنها تقيد النظر في سعر التوصيلة أو تشوف التكلفة بتاعتها سعلا شركة بتعمل مفروض شركة اللي بتعمل الرح الاقتصادي وبناء عليها يتم تفعير التوصيلة. يمكن يكون التفعير التوصيلة أقل من التكلفة ببتالي عدد النظر فيه. نعم. ولكن الشركة شكرا جزيلا على مشاركة كامريل ألف رئيس وحدات الأبحاث في شعاع الأوراق المالية. چك